نصيحة لللي مش عاجبه وظيفته وشايف نفسه انه موجود في مكان غلط قبل ما تتكلم عن اي حاجة انا عايزك تشكر ربنا انه عندك وظيفة يعني لسه فيه فلوس بتجيك كل شهر بعد كده فيه خيارات كتير وانت شوف ايه اللي ممكن انت تعمله تقعد مكانك وما تتحركش وتتحمل الحالة المهببة اللي انت فيها او تحاول انك تحسن الحاجات اللي انت عاوز تغيرها في الشغل وعادي ممكن تناقش مع المسؤول بس لو المسؤول مش مهتم بتحسين الحالة فده اركنه على جنب هذا وحده يبغى له مقطع يقدبه وكمان ما تخفش من تغيير الوظيفة ودور على وظيفة تانية ما تعرفش ممكن ده افضل قرار تاخده تعلم مهارات جديدة ممكن تفتح لك افاق وظيفية احسن الشغل هو مش كل حاجة في الحياة حاول تركز على الحاجات اللي بتحبها الحاجات اللي بتديك الطاقة والحماس ما تعرفش وممكن تطلع منها فلوس وتغنيك عن عمل العبودية ممكن وضعك الحالي صعب وما فيش امل انه يتحسن بس حط الكلام ده في دماغك الرضا والسعادة الحقيقية ما حتلاقيهمش هنا في الدنيا حتلاقيهم في الجنة هه فما تحطش امل كتير في الدنيا واذا كل ده منفعش معاك يا خستقيل وفكنا من التذمر واعطي فرصة لغيرك يتوظف واكديني انتظروا يكونوا مكانك هلكتنا عاد